لا يتنأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبهون أمس السبت أن صحة المواطن أهم مهما كلف خزينة الدولة داعي أن المواطنين إلى مزيد من الصبر والتقيود بتدابير الوقائية لتعجيله بنهاية المحنة وقال الرئيس خلال كلمة متلفزة بثت على القنوات التلفزيونية إن الحرص على صحة المواطن يظل شغلنا الشاغل إلى أن يرفع الله عن هذا البلاء وهذا الوباء ومهما كلف هذا الحرص خزينة الدولة فلا يساوي شيئا أمام سلمة المواطن واشدد الرئيس أنه يعرف أن الحجر الصحي مقلق للكثيرين وأنه يشعر بقلق الكثير على مستقبل أبنائهم وأعمالهم مضيفا إنها حالة صعبة بدون شك إلا أنها بإذن الله مؤقتة وعابرة إن الحرص على صحة المواطن يظل شغلنا الشاغل إلى أن يرفع الله عن هذا البلاء وهذا الوباء ومهما كلف هذا الحرص خزينة الدولة فلا يساوي شيئا أمام سلامة المواطن إنني أعرف أن الحجر الصحي مقلق للكثيرين وأنني أشعر بقلقهم على مستقبل أبنائهم وأعمالهم إنها حالة صعبة بدون شك إلى أنها بإذن الله مؤقتة وعابرة ولكي نخرج من الوضعية الحالية بسرعة لا بد لنا أن نواصل التشدد مع النفس للتغلب على الوباء وعليه أدعوكم مرة أخرى وبالدرجة الأولى أنتم الشباب إلى الصبر على تحمل ما تبقى من المسافة والتفاعل الإجابي مع الإجراءات الاحترازية الاستثنائية الخاصة بيومي العيد ومن البديه أنه بقدر ما نتمسك بالتدابي الوقائية في البيت والإدارة وفي الشارع وفي كل مكان بقدر ما نعجل بنهاية المحنة ونستأنف حياتنا اليومية العادية ومعها الحياة الاقتصادية حياة الاقتصادية التي ستنتعش بقوة لا محلة لبناء اقتصاد جديد بسواعد وعقول الشباب يكون متنوعا ومتحررا من عائدات المحروقات ويضمن للجميع الرخاء والرقي في ظل دولة ديمقراطية قوية وعادلة